ان نخش على الحالات قلنا طريقة الزمالك النهاردة كان أول ما نادي الزمالك بيحضر الكرة من تحت مش قادر يطلع بالكرة بيعمل يا لونج باس يلا بيحاول يحضر يروح هناك ويعمل الكرة عارضية خلينا نتكلم الأول عن القرارات ليه الزمالك النهاردة فشل في الوصول ومرمى اتحاد سكندري واحدة من أسوأ مباراة الدوري عموما يعني مباراة كانت سيئة جدا بشكل كبير علشان بزبط وقرارات اللي كانت موجودة عند لعيبة التلت الهجامي التلت الهجومي في نادي الزمالك كان فيها مشكلة عاوز أقول لك هنا لأول طريقة اللعبة بتاعت نادي الزمالك دي في الديئة الستة بص هنا أقف معلش لحظة هنا دونجة بيستلم الكرة أقف معلش لحظة بتشوف انت دونجة هنا فين بقى بص بص إمام عشور رايح فين بيجري وعمر السيسي بيزو أنا عمر السيسي فهمه عمر السيسي هو شعره ماشاء الله كبير وعندك إمام عشور هو اللي بيجري مع العيبة التحاد سكندري في فص الملعب سليفه وهنا اللي بيمسك الكرة دونجة نمشي الكرة دي طريقة نادي الزمالك كان على طول دونجة هو اللي بينزل يستلم الكرة من قدام الاتنين سنتر باك علشان خاطر يبتدي الهجمة وكان إمام عشور بيزيد مع التلتة اللي قدام بحس ان هم اي اربعة نبص هنا على نزيزه بينزل يحاول يلعب مع المسلوسي نكمل الكرة بسرعة شوية ما فيش مشاكل بص هنا أول قرار عند نادي الزمالك إلعب الكرة عالية في ظهر الدفاع للزياد الجزيري اتعاملت كتير جدا في المباراة الكريم وما قاتتش بأي سمار لها نيجي الكرة برضو اللي بعدها هنا عاوز أكلمك على القرارات بتاعة التلتة اللي هجومي بتاعة نادي الزمالك نرجع معلش لاحظة واحدة نرجع لحظة واحدة معلش هنا نشوف يا كريم هنا زيزه معاك كرة ومفروض انه عندك هنا السيف الجزيري وده اللي كانت نادي الزمالك بيلعب عليه ان الباك دايما بيقوم بالدور الزيادة الهجومية مع الوينجي والوينجي يخش يكون نكمل الكور هنا زيزه بيخش نشوف مسلوسي لسه أول من مسلوسي مفروض كان يلعب مسلوسي ولكن زيزه نهارده كان فردي بشكل كبير جدا وده زي بقولك نهارده كانت قرارات زيره سيئة جدا فص الملعب عمر السيسي حتة غريبة عليه اللي هي قدام الـ 18 فبالتالي مسلوسي لنادي الزمالك نشوف برضو الكورة اللي بعدها هنا نفس الكلام دونجا بيستلم الكورة هيلعب الكورة موجودة هنا مع عبدالشافي وهنا بتوصل الكورة برضو دونجا أول قرار عنده كورة سهلة جدا جدا على دفاع نادي الاتحاد سكندري ونادي الزمالك النهارده سهل الموضوع على نادي الاتحاد بالكورة العالية كتيرة اللي كانش لها أي لازمة لو نتكلم بقى على برضو نفس الكورة هنا شوف هنا الخطأ بص زيزو لو الكورة رحيت له صحة كان ممكن يبقوا اثنين على اثنين فدايما كان القرار الأولاني يا كريم قبل ما نخش على الحالات اللي بعدها القرار الأولاني لنادي الزمالك قولوا بياخدوا الكورة من تحت لعب الكورة في ظهر الدفاع رغم النادي تلعب بثلاثة وثمالك بالزبط كده ده اللي بقولك عليه كان غريب جدا وليه فريرة مغيرش طريقة أربعة وثلاثة وثمالك ده برضو كان سؤال مهم نكمل الحالات اللي بعدها عاوز بقى أوريك سوء نادي الزمالك في الحالات الهجومية هنا بتوصل الكورة لزيزو بص هنا عمر السيسي اقف هنا بقى لحظة اقف لحظة بص لو عمر السيسي بص لزيزو يا كريم ولعب للكورة هتشوف حجمة مختلفة تماما بشكل كبير بص لعب الكورة على طول نكمل الكورة نكمل الكورة رغم ان الزمالك بيبقى محتاج الموقف ده دايما بالزبط انه زيزو خرج على اليمين حاجمة بقت عادية جدا وبقى في تكاتل دفاعي ومصطفى الشلبع يحاول يخشف الكورة ولكن الكورة بنادي التحاد سكندري بقدر يحصل على الكورة مرة أخرى فانت هنا بتقول انه كان فيه مشكلة في الكرارات فيه مشكلة في الكرارات بشكل كبير نشوف هنا برضو الكورة دي زيزو بينزل عمر السيسي بيزق دايما عشان يعمل الزيادة العددية هو او امام عشور اه دي كورة اللي بتاعت الموت شرفات نشوف الحالة اللي بعدها اه دي الحالة اللي احنا لسه جايبينها بص هنا بص انا عاوزك تبص على زيزو هنا متضايق ازاي كريم من عمر السيسي بص بيدبد في الارض قرارات كانت سيئة جدا وده ارجع اقولك لبسبب المكان غريب على عمر السيسي شوية هو لعيب رقم 6 اقرب منه يكون لعيب رقم 8 ده في لقطة في لقطة كايت انا فاكرة لحظة واحدة يا جماعة وقفوا هنا كانت في ديئة 40 على ما اتذكر في الشوت الاول عمر السيسي دوره انه يزيد جوه وهو لزمالك بيبني لعب يزيد بالظبط فدونجا واقف معه كرة والسيسي واقف جنبه يا دوبك دونجا حرك الكرة القدام ولقيت دونجا عمال يعمل لسيسي خش القدام خش جوه انت هنا واقف غلط انت 8 مش 6 ده حقي انا 6 دونجا فعلا هو اللي كان 6 وكان بيقوم بالزيادة دي عمر السيسي مش زي من معشور طبعا نشوف بقى هنا بقى في الحالات دي يا كريم زيزو وشكبالة برضو في الشرط التاني في كذا كرة نشوف هنا الكرة هنا كان في فردية كبيرة جدا من زيزو نهارده نكمل هنا برضو بص زيزو واخد الكرة بص يا كريم بقى نقف هنا عنده حل كتير كنت خطر وحل فردي عدى 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 ولكن كان عدى زيادة لعددية الكرة بتطعب تحول فنادي الزمالك النهارده كان في عدم تركيز مش طبيعي في قرارات كلها خصوصا فيه التلت اللجومي فكنت بتشوف ان المباراة وحشا ليه برضو نتكلم هنا برضو على الكرة دي شوف هنا مصطفى الشلبي اللي وقف هنا معيش اللحظة اه مصطفى الشلبي مميزات واحد على واحد ولعيب حريف جدا جدا ونقدر يعد من اي حد نشوف هنا في الكرة اللي واحد على واحد اللي هو مميز فيها ونشوف فيها في امبي بص يا كريم قرار سايق جدا جدا معرفش بلعب الكرة كل دي كور بتنتهي يبين لك ان شكل الزمالك وحش بشكل الزمالك وحش ليه ان الكرة تنتهي بالطريقة بالقرار الخاطئ بالضبط نشوف الحالة اللي بعدها نشوف الحالة العادي في الكرة زي كده مصطفى الشلبي بيروغ بيروغ او يطلع لبرة يلعب بالباس على الاقل لإمام عشور نشوف هنا نادي الزمالك هنا ضغط هنا بقى عاوز اقف لك هنا عند الكرة دي عند كبالة هيدي الكرة هنا لسيد نمار وقف عند قبل ما نكمل الكرة اقف هنا لحظة فيه ازمة كبيرة عند نادي الزمالك في عدم وجود باكلفت والازمة دي يعني بتتمثل طبعا فتوح غاية بسبب المشكلة وطبعا نفس الكلام عبدالله جمعة فانا الوحيد اللي عندي عبدالشافي عبدالشافي قدى شوط اول اكتر من هايل ولكن هال عبدالشافي كان يقدر يكمل لستين ديها لحد ستين ديها وخمس ديها بس يا كريم كان الافضل انه هو كان فريرة كان يطلع حد من نص الملعب من التلاتة كانوا كتير اوي في المباراة زي دي ولعب طريقة التلاتة اربعة تلاتة ونزل سايد نمار وحرر الاتنين بكت عشان اعمل زيادة عددية عاوز اقوليك سايد نمار هو الوحيد اللي موجود عند فريرة في الجبهة اليسرى مع ان الرجل اصلا وينج رايت او باك رايت مش وينج ليفت بس يا كريم الكرة ما تلعب له مش على عدلته بس يا سايد نمار مش قادر يزقه يروح مش على عدلته مش عارف يعني بس يا كريم القرار سيء جدا جدا دي اول كرة اول ما سايد نمار نزل علشان مش على عدلته ومش مرتاح ومش بيلعب تعشقه بقولك فيه ازمة كبيرة عند النادي زمالك نفس الكلام هنا برضو ممكن يروح بيحاول يعدي بيحاول يعدي مفيش اي حل يا كريم بص بقى الكارسة الكبرى لما يرجع لدونجا بص الكرة كتفين راجو دونجا بيعمل ايه بيرجع وبترجع تاني هجمة من الاول خالص بعد مانا كان سايد نمار واحد على واحد جوا التمنتاشر نشوف الحالة اللي بعدها فاضل تقريبا حالتين في القرارات عدناتزة مالك هنا برضو الكرة دي السامسون سيفس جيري بقدر يخدها بص هنا القرار بص بص نرجع بقى قبل ما هو يعمل الترقيصة بص يا كريم الراجل عدد يعني هيا الكرة الوحيدة تقريبا العدد فيها طول المباراة نقف بقى لحظة هنا بص لو لها بالباص لزيزو انفراط لها لواحدة بس نكمل الكرة نكمل الكرة اختار حل الفردي ومش على عدلته وكرة طلقت برا بص يا كريم نادزة مالك روح محدش بيقولي نادزة مالك ما روحش ولكن القرارات كتبت نخليه شكل الزمالك برد زيزو متعصب جدا نشوف بقى الكرة دي كتبت من الهجمات بص يا كريم كام واحد على كام واحد أربعة تقريبا على أربعة بص يا زيزو فردي 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 جدا 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 بس على فكرة هو الزمالك كان محتاج بعض الفردية نحن في لحظة ما كانش فيه لعيب النهاردة بيديك الكرياتيف في الملعب يعني يا هو زيزو عطاك تفكر فيها كده خلينا نتفع على حاجة احنا عارفين نادزة مالك بلعب زيزا كريم ومصر كلها عارف نادزة مالك بلعب زيزا زي ما الناس كلها عارف نادزة الاهلي بلعب زيزا بس فكرة كلها ان انا بيبقى عندي لعيبة في لحظات إبداع تقدر تطلع لي تطلع لي لحظات إبداع ان انا قدر اكثر بيها اي تكتلات واي مشاكل نشوف بقى الكرة دي الكونتر اتاكلي كانت غريبة جدا من شيكابالا دي كرة تقطعت دي كانت في دائم تيها 83 في اخر المباراة بص يا كريم كام واحد على كام واحد 4 على 3 بص شيكابالا قرار سيء بشكل كبير جدا 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 كرة زي دي كانت ممكن تخلص المباراة وتاخدت 3 نقط للزمالك فالنادي الزمالك النهاردة في التلت الهجومي كان عنده مشكلة كبيرة جدا شوف الكرة دي برضو هنا زيزو بيلعب كرة سيئة جدا في دائم 89 لنادي الزمالك فبقولك النادي الزمالك في القرارات بتاعته الامامية كانت سيئة جدا هنا بص برضو يا كريم الزحمة اللي بيعملوها على بعض في مشكلة في التمركز في التحرك بص كام واحد وقف معلش لحظة قبل ما يرجع وره شوية بص يا كريم كام واحد على كام واحد أنا دلوقتي مصطفى شال امام عشور امام عشور لعب الباص امام عشور زق النص ملعب شوية خش جوا شوية انما هو جه زنق سايد نمار اللي ما بيلعبش على عدلته وزيزو لما جري عشان مش بيلعب على عدلته يا كريم ويادي مشكلة في باكلفت مش قادر يلعب نكمل الكرة هتلاقي ان سايد نمار مش قادر يعملو للتشيب او هو لو بيلعب على عدلته او رجلي الشمال كان هيلعب باص ببطن رجله لزيزو بس هو مش قادر عشان مش على عدلته والزحمة والتحاد سكندري بقدر يخطف الكرة نقطة تانية عاوزين نتكلم فيها اه هي دي اه هي دي قبل ما نروح لها نادي الزمالك زي ما بيقولك هو كان بيلعب بطريقة النهاردة برضو ان هو بيطير البكات وبيسبت دونجا عشان يغطي من ورا البكات فالبك كان دايما بيمسك الخط والاتنين وينجات كانوا بيخش الجوة ولو زي ما بيقولك الكرة دي من الاول من الاول سيزو من فريرة بيلعب عليها ان لو الكرة ناحية اليمين بتلاقي ان مصطفى الشلبي بيدوم جوة 18 عشان يعمل زيادة عددية فانا بدان بلعب على عرضيات مهم جدا عندي حاجتين الحاجة الاولانية ان انا نلعب عرضية صح وابقى باصل سبعيني قبل ما لعب العرضية الحاجة التانية وهي يكون في عندي زيادة عددية جوة 18 نشوف عندنا ست حالات الكرة العرضية لنادي الزمالك نشوف احنا اول كرة هنا هنا زي ما بقولك اهو مصطفى الشلبي فتح على الخط نشوف قرار مصطفى الشلبي عرضية سيئة جدا 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 والتنين قطعين على القريبة وبتطلع الكرة ركنية بتطلع الكرة دي بيتمره من نادي الاتحاد نبص على الكرة دي برضو نبص هنا نشوف هنا يا كريم على طول اهو زي ما بقولك نقف لحظة معلش نقف لحظة ونرجع وراء تاني امام عشور كان دوره ايه النهاردة في نادي الزمالك اللعب فين يعني اللعب ناحية اليمين ناحية 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 زيزو وناحية حمزة المسلوسي هو بيجي يعمل زيادة العددية ناحية ناحية مصطفى الشلبي وناحية عبد الشافي بيروح يعمل معهم زيادة العددية نشوف هنا امام عشور قدر يعمل بالطريقة دي ودائما نشوف مصطفى الشلبي تلعب بره ولعب الكرة المسلوسي ولكن سيء جدا جدا وحتى كمان القرار بتاع مصطفى الشلبي اول ما استلم الكرة ولكن الكرة بتكمل هوريك بقى برضو الكرة التانية يا كريم هو بيقدر يعدي مصطفى الشلبي وبيعمل المسلوسي برضو أوفر سيء جدا 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 لنادي الزمالك وما فيش زيادة عددية نين برضو نبص على الكرة دي مصطفى الشلبي زي ما بقولك بيطلع دايما عشان ياخد بص بقى الكرة دي يا كريم فيها ثلاث عرضيات آف بقى هنا معيش اللحظة آف وحظة كام لعيب جوه منطقة الجزائر بتاعة نادي التحاد سكندري اتنين لعيبة فقط من موجودين من لعيبة نادي الزمالك بس اتنين برضو مع تلاتة اتنين ما رجالك بقى في الكرة اللي بعدها يا كريم الكرة بتتلعب الكرة توصل تاني لنادي الزمالك امام عشور دخل وهيطلع برة تاني بص على زيزو برضو بيلعب الاوفر برضو من غير ما يبص بيلعب اوفر وخلاص نكمل الكرة كرة برضو يا كريم في نفس الهجان تروح لمصطفى الشلبي تاني نكمل برضو مفروض زيزو يخش زيزو برضو ما دخلش نشوف هنا مصطفى الشلبي بيحاول يزق عشان يعمل اوفر اوفر سيئ جدا تلات كور فاقل من خمستاشر ثانية عرضية ماستفدش نادي الزمالك منهم برغم نادي الزمالك دي من مميزات ان هو بيلعب على الكور العرضية هلس فاضل معنا يا تقريبا حالتين نبص بقى على الكرة دي هنا سيد نمار بيطع الكورة وبتوصل ليه هيلعب على احمد السيد زيزو بص زيزو هنا قرار برضو مفيش حد موجود في منطقة الجزاء قبل ما الكورة تلاقي بغير كان واحد بس نيجي بقى للكورة دي الكورة الوحيدة يا كريم اللي انا عاوز اقول لك عليها دي الكورة دي الوحيدة اللي كان فيها زيادة عددية من نادي الزمالك اقف لحظة قبل ما نكمل كمل معلش نكمل نكمل زيزو هنا مع الكورة نكمل زيزو ما بيلعبش هيلعب بص بصراحة عالمي ولكن بص بقى هنا يا كريم كام واحد موجود جوه منطقة الجزاء بتاعة نادي الزمالك ولكن ما بتتعمل بتتعمل اوفر بص بقى يا كريم نلعب الاوفر اوفر سيء جدا ما وصلتش حتى يعني للتمانية يعني اوفر كان بعيد جدا وبتوصل الكورة لنادي الاتحاد السكندري برضو نفس الكورة دي اه فينا برضو لحظة كورة دي بقى برضو عندي كام لعيب جوه نادي الزمالك ده اللي مفروض علينا عندي كورة عرضية ما لازم عندي زيادة عرضية جوه 18 عندي اربعة من نادي الزمالك الكورة الوحيدة اللي مفروض تتلعب اوفر ولكن سيد زيزو بيلعب يعني ما بيلعباش اوفر وبيصلح الكورة